السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لماذا تتغذى الحيوانات؟ هو السؤال الذي سنجيب عنه خلال هذه الحصة الحصة الرابعة للوحدة الخامسة مظاهر حياة الحيوانات الصفحة 65 من مرجع الأساسي في النشاط العلمي للسنة الأولى من التعليم الإبتدائي الطبع الجديد والمنقحة من أهداف هذا الدرس أن يتعرف المتعلم والمتعلمة أن الحيوانات في حاجة إلى الغذاء والماء للتحيا وأن يحدد كذلك بعض مظاهر نمو الحيوانات نبدأ بالفقرة الأولى ألاحظ الصورة ثم بعد ذلك نطرح سؤالا للتقصي ونفترض فرضية نجيب بها عن السؤال بعد ذلك نتحقق من صحة هذه الفرضية بإنجاز تمارين والأنشطة المدونة على الصفحة بالنسبة للصورة فهي توضح بقرة ترضع عجلها إذا لدينا بقرة ترضع عجلها السؤال الذي سنطرحه خلال هذه الحصة هو كالتالي إذن نكتب سؤال التقصي سؤال التقصي ما حاجة ما حاجة الحيوانات الحيوانات إلى الغذاء أي لماذا تتغدى الحيوانات إلى الغذاء علامة استفام إذن ما حاجة الحيوانات إلى الغذاء بعد ذلك سنقترح فرضية إذن فرضية الفرضية نبدوها بعبارة ربما ربما تتغدى تتغدى الحيوانات 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 إذن هذا يعني هذا الصغير البقرة فهو يرضع لكي ينمو ويكبر ولدينا كذلك لكي يحيى إذن تتغدى الحيوانات لكي تنمو لكي تحيى لكي يعني تتمكن من العيش يعني لكي تنتقل إلى آخره إذن ربما تتغدى الحيوانات لكي تحيى لكي تحيى تبقى حية تحيى وتنمو وتنمو وتتنقل وتتنقل إلى آخره إذن هذه الفردية التي سنتحقق من صحتها بعد إنجاز الأنشطة النشط الأول والنشط الثاني إذن بدأوا بالنشط الأول أبحث عن أهمية الغذاء في حياة الحيوان ثم أصلوا بخط نشطه بصورته إذن هنا عدنا الحمار الوحشي حمارين وحشيين ماذا يفعلان يقومان بالرعي في الحقول الخضراء وتناول العشب إذن يتغذيان إذن هنا عدنا يتناول غذاءه إذن يتناول غذاءه ندر سام بالنسبة للنمر فهو يركض إذن يركض لماذا يركض لكي يطارد فريسته وينقض عليها إذن يطارد فريسته إذن يطارد هذا الحيوان فريسته لكي يتغذى عليها أما بالنسبة للصورة الثالثة فهنا لدينا عصفور أو طائر إذن لدينا طائر يشرب إذن طائر يشرب إذن هنا يقطع مسافة بحث عن الماء وهنا يشرب الماء إذن طائر هو الذي يشرب الماء أما بالنسبة للصورة الأخيرة لدينا الجيمال فهذا القاطع من الجيمال يعني يقطعون مسافة طويلة من الصحاري للبحث عن الماء يعني يشربوا واحد المرة ويحتفظوا بذلك الماء في الدروة لهم هنا لأن الأماكن اللي يكون فيها يعني الصحاري لا يكون فيها الماء بزاف تكشيش كتكون عندهم واحدة طاقة لتخزين الماء فضل لعنا أنهم يعني ينتقلون لمسافات طويلة جدا يعني يسافنون لمسافات طويلة جدا لذلك يسمى الجيمال سفينة الصحراء لأنه يعني يشرب يعني في مكان وحيد ويقوم بتخزين هذا الماء في يعني في دروته لكي يستعمله لمدة طويلة إلى أن يصد إلى منبع آخر للماء نمر الآن إلى السؤال أو النشط الثاني تتغدى الحيوانات لتكبر أكتب الرقم المناسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة في كل خانة لأتعرف مراحل نموي الضفدع إذن هنا سنرتب المراحل من واحد إلى خمسة سنبدأ بالبيض إذن البيض هو يعني هو الأول سنكتبه فيه رقم واحد إذن البيض رقم واحد هناك يكون عندنا شرغوف يعني في يعني في بداية النمو سنكتبه فيه رقم اثنان هناك يكون عندنا شرغوف في طور النمو نكتبه فيه رقم ثلاثة هناك تكون عندنا ضفدع يعني صغيرة نكتبه فيها رقم أربعة هناك تكون عندنا ضفدع بالغ يكون ضفدع بالغ كبير إذن سيكون هنا رقم خمسة وهكذا نقول قدر تبناء مراحل نمو ضفدع من واحد إلى خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن هذا الضفدع يتغدى لكي ينمو لكي يعني يمر من هذه المراحل يعني من البويضات أو من البيضة لكي يصل إلى ضفدع يعني بالغ لكي يصبح هذا الضفدع في نهاية المطاف قادرا على التنقل قادرا على التزاوج إلى آخرين نمر الآن إلى الاستنتاج الذي خلصنا من خلال هذه الحصة تتغذى الحيوانات التي تتنقل وتبحث عن الغذاء أو تهرب من المفترس يعني الحيوانات تتغذى لكي تنقل وكي تبحث على الغذاء وكي تهرب من المفترس ثم تحتاج الحيوانات إلى الغذاء والماء لتحيى وتنمو إذن كل الحيوان يعني يتغذى فهو يحتاج إلى ذلك الغذاء لكي يحيى يعني لكي يبقى على قيد الحياة ولكي ينمو ويكبر ويتطور بالنسبة الكلمة المهمة في هذا الدرس لدينا نمو حياة في نمر إلى التطبيق التنقل من أنشطة الحيوان التي تتطلب الأغذية ابحث عن أنشطة حيوانية أخرى تتطلب التغذية إذن هنا لدينا التنقل سنكتب مجموعة من أنشطة الحيوانية التي تحتاج إلى التغذية لدينا النمو النمو لدينا التزاوج لدينا البحث عن الغذاء البحث عن الغذاء ثم الهروب عند الهروب عند الخطر يعني الهروب من المفترس عند الخطر إذن لدينا النمو التزاوج البحث عن الغذاء الهروب عند الخطر إذن هذا كل ما يخص النشاط أطبق إذن ما خلصنا من خلال هذا الدرس هو أن الحيوانات تتغذى لكي أولا لكي تبحث عن الغذاء وتتنقل لكي تهرب من المفترس ولكي تحيا وتنمو إذن تتغذى لكي تحيا لكي تبقى على قية الحياة ولكي تنمو أي لكي تتطور يعني أعضاؤها وتتطور وضائف أعضائها يعني أعضاء جسمها إذن هذا كل ما يخص هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة الحصة الخامسة على الصفحة 66 دائما من نفس المرجع الأساسي في النشاط العلمي للمستوى الأول من التعليم الإبتدائي إلى اللقاء اشتركوا في القناة